هل هناك غياب أم تغييب للنص الروائي الجزائري على الركح؟ ما حقيقة العقدة من النصوص الجزائرية مقارنة بالآخر؟ من هنا كانت انطلاقة اللقاء الذي جمع المختصين بالمصرح الوطني محيدين باشتارزي المبالغة في الاختباس للخشبة الجزائرية أمام خاصية الركح الذي يستلهم نصوصه من الواقع ثم لماذا يطلق على نصوص الغير عالمية فيما تكتفي نصوصنا الجزائرية بالمحلية وإن حققت شهرة دولية؟ حديث تعددت جوانبه بين مدافع وناقض ناقم وباحث عن الإشكال والحل ما هو الاقتباس؟ هل هو استنساخا؟ هل هو تملقا لصاحب النص الأصلي؟ هل الاقتباس ليس بالعمل الإبداعي الذي يرقى إلى مصاف الإبداع؟ وش هو الاقتباس؟ هل هو فقط تنقل من بنية السرد إلى بنية الفعل المصرحي؟ يعني الأسئلة تطرح والاقتباس ليس الأدب ليس المصرح المصرح لم يكن جنسا فرعيا تابعا للرواية قد لا يختلف إثنان في ضرورة حضور الثقافة الجزائرية على الركح أو ما يطلق عليه بمصرح المواطن فما محل المتلقي الذي لا يملك مرجعية مسرحية من كل هذا؟ الأدب والركح معادلة بقيت حلولها تدور في فلك من يتوجه إلى الآخر الروائي أم المصرحي؟ وهل ضروري أن يخلع الروائي قناع الأدب لدخول المصرح؟ أم من واجب المصرحي تخلي عن عباءة الخشبة للغوص في الرواية؟ الأكيد أن المتمنى أن يصل استثمار المصرح في الرواية مستوى ما حققته ثنائية السينما والأدب ترجمة نانسي قنقر